يسعد صباحكم الجديد أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد عبر شاشة التلفزيون الأردني رح نستكمل فقرتنا اليوم بيوم جديد للحديث عن المعرض والمؤتمر الأول الدولي الشامل لنقابة المقاولين مبارح كانت جزء الأول معنا وفي معنا تقرير اليوم وأكيد ضيفنا داخل استوديوهات رئيس اتحاد نقابات المقاولين العرب الأستاذ فهد الحمادي شرفنا بزيارة وأكيد رح نفرد الحديث والمساحة مع ضيفنا الكريم ولكن بعد التقرير المؤتمر والمعرض اليوم بالأردن الأهمية كتير كفيرة أهمية تشاركنا مع الدول العربية وهذا انطلاق لأنه أول مؤتمر معرض بصير للدول العربية ووجوده بالأردن هو دلالة على وضعنا المستقل للأردن إن شاء الله لنديم هذا الوضع علينا ونديم هذا النامي علينا وهذا دور الثاني المهم أنه هو التعاون والتشارك بين مقاولين الأردني ومهندسنا الأردني مع مقاولنا من دول الخريج بمملكة العربية السعودية وغيرها حتى نفتع عفاق عمل وتشاركية بين بعض هذا المجال لما للأردن ننظر لمقاولنا الأردني لمستدفرنا مجال الإسكان لمهندسنا الأردني لدورهم الكبير في إدارة عجلة البناء والاقتصاد الأردني في الأردن إن شاء الله سيكون نتائج هذا المطور نتائج تشاركية كويسة ومشارية مستقبلية مشتركة إن شاء الله المشاركة رائعة وعلى أعلى المستويات طبعاً شركاتنا الأردنية شركات يفخر بيها ومقاولنا الأردني على أعلى المستويات وإحنا دائماً منثبت أنه إحنا الشركات والمقاولين ينافسوا على مستوى العالم كله وهذا المعرض كان فرصة حتى يطلعوا على التجارب الموجودة من أردن حتى يقدروا يسوقوا نفسهم للمشاريع الموجودة بالشرق الأوسط وطبعاً اختيار الأردن لهذا المؤتمر الأول والمعرض الأول نتيجة الظروف الآمنة اللي بعيش الأردن بالإضافة أنهم منظروا للأردن هو كنقطة انطلاق لإعمار الدول المجاورة وبالإضافة أنهم دائماً بيتطلعوا أن الأردن تتمتع بنظام رائع وفي قوانين دائماً ملتزمة حقيقة سعدنا اليوم بافتتاح معرض المقاولين العرب للإنشاءات وهذا المعرض يقام بعمان لأول مرة والأردن بلد مضياف شاركنا شاركتنا بهذا المعرض ورحبنا بالضيوف الكرام من البلدان الشقيقة أهمية هذا المعرض بترك أهمية ولمسة اقتصادية على اقتصاد البلد خاصة وأن قطاع الإنشاءات الأردني قطاع يحرك 16% من ناتج الدخل القومي المحلي الهدف من المعرض تبادل خبرات مع المقاولين الشقاء العرب وخلق طبيعة جيدة لاستثمار في الأردن وشكرا يسعد صباحكم من جديد أحبتنا شاهدنا تقرير بالمعرض والمؤتمر الدولي الشامل لنقابة المقاولين واتحاد المقاولين العرب بحضور عربي وأجنبي أيضا وهو يعتبر من الأول من نوعه أحبتنا بالإقليم وبالوسط نحن منحي القائمين على هذه الجهود الطيبة تحدثنا يوم أن نسمع المختصين جمعية مستثمرين قطاع الإسكان ونائب نقيب المقاولين الأردنيين فعلا قطاع بستحق الإشادة قطاع بده دعم من جميع القطاعات لأنه يعنى بالإنشاء والإشادة والإعمار ضيفنا الكريم رئيس اتحاد المقاولين العرب الأستاذ فهد الحمادي شكرا سيدي بداية على تلبية الدعوة الكريمة وجهودكم مواضحة اتحاد المقاولين الأردنيين هو مؤسس ورافد حقيقي لاتحاد المقاولين العرب نتحدث بهذا الشأن أهلا وسهلا بكم أسعد الله صباحكم وصباح المستمع من هذه البقعة المباركة أرض المملكة الأردنية الهاشمية أرض التي هي احتضنت هذا المؤتمر المعرض والمؤتمر وكما أشكر قناتكم المفضلة وهي قناة الأردن وبما يقوم به من تغطية للعرب ودائما أنتم وحكومتكم وجلالة الملك الله يحفظه راعين ورائدين للعرب في كل المحافل نعم دكتور فهد المعرض والمؤتمر الذي افتتح يوم أمس تم إطلاقه تحت رعاية دولة رئيس الوزراء دكتور عبدالله نصور أنا راح أكد بكلمة رئيس الحكومة دكتور عبدالله نصور تحدثنا يوم أمس عنها بإسهاب لكن بدي أكد اليوم فعلا كان في إشادة حقيقية واهتمام منقطع النظير من قبل الحكومة الأردنية واهتمامها بقطاع المقاولات والإنشاءات الأردني والعربي بشكل عام كما تعلم أن العالم العربي في حاجة كما ذكر دولة الرئيس إلى الإنشاء والتعمير كلمة فخامة الرئيس كانت بمثابة رسالة وتوصية من التوصيات التي هي من أوائل التوصيات التي وضعت في نتائج هذا المؤتمر في نفس الوقت عالمنا العربي الآن ولله الحمد يشهد طفرة عمرانية كبيرة جدا وفي نفس الوقت فيه متناقضات أخرى نحن بحاجة إلى إنشاءات في دول صديقة وعزيزة علينا جميعا سواء الأردن أو في الخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحمد الله وجميع دولنا العربية من المحيط إلى الخليج نمثلهم في اتحادات العربية نضم أكثر من ثمامية شركة في العالمنا العربي في مجال المقاولات صدرنا ست شركات عالمية الآن من شركات المقاولات والآن شركات تعمل في جميع الحال العالم العربي الاتحاد العربي ما هو إلا منسق لهذه الدول دولتنا المملكة الأردنية الهاشمية يحفظه الله حكومة وشعبا ونقابة المقاوليين في الأردن استضافت أول معرض ينطلق للاتحاد معرض ومؤتمر وهذا دائما ليس بغريب على هذه الدولة التي هي دائما هي المبادرة للعرب في كل شيء وبمشاركة عربية وأجنبية واشترك معنا عدة شركات نعم حوالي ستين شركة التي اشتركت في المعرض للضيوف التي حضروا فاقوا العدد الذي كان محدد في الصالة وصل العدد تقريبا إلى ألف شخص زاروا هذا المعرض نحن في هذا المعرض كسبنا أولا أرضية الأردن أرضية مفتوحة لجميع الدول العربية مفتوحة لجميع العالم العربي والأجنبي للزيارة والسياحة يعني ليس لها ليس لديهم التشددات في فيز أو في تأشيرات أو في أي شيء فهو اخترنا الأردن كأول معرض ينطلق ومؤتمر في نفس الوقت لأن هذا المكان متوسط من العالم العربي في نفس الوقت متوسط من العالم الإسلامي والدولي سهلة رحلات المطارات ولله الحمد في الأردن بهذه الدولة وبهذه جلالة الملك الله يحفظه في عطاء الدعم لمثل هذه المؤتمرات وتوجيه الحكومة لمراعاة هذه المؤتمرات والاهتمام بها وزير الأشغال والإسكان له دور كبير جدا يشكر في ذلال العقبات والصعوبات في تنفيذ هذا الحدث الكبير الذي حصل في اليومين الماضيين تحدثت عن موضوع الاستقبال والتسهيلات والمرونة هذه شيئة الأردنيين سيدي الكريم في ظل حضرة صاحب الجلالة حماه الله دائما أستاذ فهد في دعمين رئيسيين كانوا لهذا المؤتمر والمعرض إذا تحدثنا عن نقابة المهندسين نقابة المقاولين جمعية مستثمرين قطاع الإسكان وأيضا غرفة صناعة عمان أمانة عمان الكبرى هي التنشيط السياحة جميع القطاعات تشترك للعمل وإذا تحدثنا عن قطاع المقاولات والإنشاءات هو قطاع رئيسي ورافد للاقتصاد الوطني الأردني وباقي اقتصادات الدول العربية أو الأجنبية يفتح آفاق نتحدث عن مؤتمر ومعرض يفتح آفاق ويفتح استثمارات جديدة الأردن لك الحمد يا الله بيئة خصبة أمن وأمان قيادة حكيمة فنتحدث عن نتاج وثمار هذا المؤتمر المعرض للقادم من الأيام سيدي المؤتمر أصلا قطاع الإنشاءات كما تعلم هو ثاني دخل بعد الدخول الأخرى مثل البترول ومثل في دولنا في مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية فقطاع الإنشاءات يشغل العامل يشغل المصنع يشغل التاجر يشغل الطيران يشغل شريحة كبيرة وعامل جميع القطاعات جميع القطاعات تعمل في هذا القطاع الإنشاءات كما تعلم أن الأمانة لها دور كبير جميع الأجهزة الحكومية في مملكة الوردنية الهاشمية واشتركوا لحضور هذا الحدث لأن القطاع الإنشاءات يضم شريحة كبيرة جدا من المجتمع يخدم شريحة كبيرة جدا من المجتمع فما بالك بشريحة تخدم العالم العربي كله العالم العربي من محيطه إلى الخليج يحتاج إلى مثل هذا الدعم ويحتاج إلى مثل هذه المؤتمرات المتكررة في دول أخرى لتنشيط التجارة البينية لتنشيط الصادرات لتنشيط الصناديق الاستثمارات صناديق الدعم المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع نحن في دولنا العربية في شركات أجنبية تعمل في جميع دولنا العربية فما بالك بمقاولينا برجال أعمالنا في عالمنا العربي أو لا بالتحالفات أو لا بأن نكون شركات أو لا بدعم صناديقنا نكون شركات فيها وأصبحنا نصدر كفاءاتنا وأصبحنا نصدر كفاءاتنا خارجية وعالميا كما تعلم ما في دولة من العالم إلا فيها ولله الحمد للعقول العربية التي حنا ربيناها في عالمنا العربي في حكوماتنا صدرت سواء لظروف ما لأي ظروف من الظروف العالم العربي العقول عقول نيرة ومثل هذه المؤتمرات ومهاثر هذه التجمعات سواء من الرجال أو النساء لها دور كبير لخدمة هذا المجتمع ولخدمة شريحة كبيرة من مجتمعاتنا العربية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله دائما يشيد بقطاع الإنشاءات لأنه هو اللبنة الأساسية في تنفيذ هذه المشاريع الطرق الكباري الجسور الإنشاءات تشغيل المصانع كم مصنع يشتغل في هذا القطاع نحن في الاتحاد العربي للمقاولين اللي أنا أمثلهم واختروني وإن شاء الله أكون قدل للأمانة لاختيار هذا العمل علينا عبء كبير جدا وبدأنا بدولة مثل الأردن لأن الأردن مساند قوي جدا لمثل هذا الأمور ودائما الأردن في كل محفل يضاغضاقة الأمور هي الملجأ لعالمنا العربي سواء بالفكر سواء بالسياسة سواء بالطاولة الجيدة التي تخدم هذا العالم العربي وهي زي الأم الحاضنة للعالم العربي لك الحمد يا الله وإذا تحدثنا عن العاصمة فنتحدث عمان تجمعنا ورمزية عمان اللي أطلقتها أمانة عمان الكبرى منذ عام وسبعة أشهر تقريبا رمزية أمنا عمان هذه الرمزية تدل على ما تفضلت به أستاذ فهد الحاضنة تجمع الجميع وتحضن الجميع وتنم شمل الجميع من الخليج إلى المحيط أستاذ فهد بكل مزداقية العمالة شيء مهم جدا ورافض حقيقي أيضا لقطاع المقاولات والإنشاءات نتحدث عن العمالة الأردنية والعمالة العربية في عزوف خلينا نقول مع أنه في دخول مرتفعة بكل مناسبة وهذا شيء تشكروا عليه لكن في عزوف بالعمالة بقطاع المقاولات والإنشاءات بالأعمال التي نعرفها بالأعمال اليدوية بالأعمال التي فيها جهد كبير جدا كيف نستطيع أن نذلل خلينا نقول الصعاب أمام العمالة الأردنية والعمالة العربية لانخراطهم بهذا القطاع بشكل مباشر كما تعلم كما ذكر رئيس نقابة المهندسين أربعين ألف مهندس يعمل خارج الأردن أنا متأكد منهم عشرين ألف في المملكة العربية السعودية خمسين يعني نصهم في نفس الوقت العمالة محتاجة منها إلى التدريب إلى التأهيل إلى يعني نحن في عالمنا العربي محتاجين من من بداية الدراسة أن نعدة شاب ونعدة شابة للاحترافية والمهنية نعم نحن كنا نغذي شبابنا في الأول في العلم والمعرفة والعلوم وطيارين فإحنا الآن في مملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان توجهنا الآن في تأسيس المهنية تأسيس المهنية في الدراسات المتوسطة حب لازم نزرع لشبابنا الصغار وشاباتنا حب العمل ريادة العمل إحنا ما سبقنا سبقونا مثل الصين مثل كوريا في تنشئة تشجيل المهني نعم نحن في عالمنا العربي الأم لها دور كبير الأب له دور كبير المدرسة لها دور أكبر وأكبر في تنشئة المهنية لدى شبابنا العربي للإحترافية في المهنية شبابنا العربي كما تعلم في الدول الأوروبية وفي الدول الأجنبية لما يأخذ كورس لمدة سنة أو عشر أيام أو عشر شهور يعمل الآن في الدول الأجنبية باحترافية قوية جدا لأنه قابل وبسرعة للتعلم فمن هذا المنبر أطالب رجالات التعليم أطالب كل أم أطالب كل صديق أن ننشئ من الآن نشأه لا نسأل أن نكون دكاترك كلنا أو نكون مهندسين جميعنا يجب أن نسأل عن المهنية أن عد الشباب هل تعلم أن بعض المهنيات في الدول الأمريكية والدول الأوروبية فني يتقاضى أكثر من راتب مهندس يتقاضى أكثر من راتب دكتور هذا ما أنا بحاجة به مع أن الأجر مجزي مجزي وجيد وعندنا نشجع شبابنا ونشجع شاباتنا أيضا لعل وعسى أنه فعلا نلمس عمالة حقيقية أردنية وعربية بهذا القطاع الرئيسي والمحوري والرافد لجميع الاقتصادات العالمية بشكل عام الأستاذ فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب كل الشكر لك سيد الكريم على تلبية الدعوة الكريمة أحبتنا شاهدنا تقرير المميز اللي أخرجه زميننا عدنان أبو الحاج مخرج الفقرة وعد زميننا المبدع محمد العواش تقرير كان ولا يزال وسيبقى دائما وأبدا معكم ولكم منكم وإليكم ألقاكم بإذن الله من شمال عدوان بحلقة قادمة العودة إلى الزميلة داما ولكن بعد الفاصل شكرا لكم شكرا لكم